لو عمل كذا وانا عملت كذا بقى لو هو عمل لكن كده وسط منك أوي من أزيقه لو تفتح باب الشيطان فعلا كلمة لو التي لا نهاية لها وفي النهاية الإنسان لا يصل إلى حل ولا بيكون مستعد حتى لمقابلة الآخرين أنا عايزة أختلف بالعكس في بعض المواقف أعتقد أنه لو الناس في بينهم مشكلة لو فكرنا في تفكير استباقي بشكل أو بآخر أنا قلت حاجة وتخيلت رد فاعله أو ردين أو ثلاثة أفعال وعملت سيناريوهات مستقبلية قد أكون عندي قدرة على أني أملك أعصابي وأقل حجم الضرر اللي ممكن يحصل من الموقف لو أنا تفجئت به يعني في بعض الأحيان الناس بطاقة الغضب اللي موجودة عندها هي اللي بتتحكم لكن لو فكرت فيها بشكل أو بآخر قد تستطيع التحكم وتخرج بالموضوع بأقل خسائر ممكن حالك قلتي الكلمة السحرية بخلق ثلاثة أربع سيناريوهات لكن مش ألف أو ميتين ألف سيناريو ولا نتوقف عن التفكير هي المشكلة في إيه؟ أني فقدت خدرتي على التوقف وكأنني فقدت التحكم في أفكاري فأصبحت شغالة لوحدها ومسيطرة عليها طوال الوقت لدرجة أن أنا ممكن أصحب الأفكار ونم بنفس الأفكار وما بوصلش في الآخر لحل هو ده اللي احنا بنسميه أوفرسينجين وهو عرض لكثير من الأمراض النفسية بعضها شديد وبعضها طبعا إيه؟ طفيف يعني طيب هل التفكير ليه علاقة بالعصبية؟ التفكير الزائد عن الحد واستهلاك الخلايا العصبية بيجعلني في النهاية غير قادر على استعاب الآخرين ولا تحملهم ولا التحكم في الفعالاتي فأصبح بالتالي أكثر عصبية أكثر غضبا وأكثر عدوانيا طيب السوشال ميديا دايما منتشر عليها بوست كده بتتكلم عن الأوفرثينجين والتفكير المبالغ فيه والتفكير اللا إرادي وعلاقة ده بالنوم فيه ناس ممكن يكون عندها أرق لا وما بتحط فيه ناس بتحط رأس على المخدة تنام دحية وفيه ناس تدخل على المخدة وكأنها بتقرسها يعني وكأنها بس مش بتكون بتفكر في حيك صح وفيه ناس بتكون بتفكر في حاجات كتير جدا لدرجة أنها ما تعرفش تنام التقسيم ده المخ المسؤول عنه؟ ده أكيد عندنا جهازنا العصبي في مراكز كثيرة منها مراكز التحكم في النوم مش لازم أكون أوفرثينجر أو بفكر زيادة عشان ما نامش ممكن يكون عندي مشاكل أخرى ما بتناميش ولكن الناس اللي عندهم تفكير مفرط أو زائد عندهم بالتأكيد مشكلة في النوم لأن النوم معناها إيه؟ النوم دي الفترة اللي جهازنا العصبي بيستغلها عشان يرتاح يرتاح معناها بيحاول يتوقف عن ما كان يفعله طوال اليوم عشان يسترجع الطاقة بتاعته ويعود نشيطا في اليوم الآخر فلو هو فضل شغال شغال طول الوقت فأنا كده حرمته من فترة الرحة صحيح هل الأحلام متعبة ولا مش متعبة؟ الأحلام هي محاولة للجهاز العصبي للتخلص من الفكر الزائد عن طريق بيخرجه وأنا نايم ولكنها ما بتبقاش طول الليل بتبقى فترات محددة عشان برضو تدي فرصة للجهاز العصبي يرتاح فإحنا نصحتنا لو أنا من الناس اللي لا أستطيع التوقف عن التفكير أو دائما مخي بيخلق سيناريوهات لا نهائية تستهلكني أنا يجب أن أتعلم بعض المهارات التي تساعدني على التحكم في أفكاري والاسترخاء يعني نومي كويس قدرتي على التعامل مع الناس أفضل قدرتي حتى على التفكير الموجهة أفضل زي إيه مثلا يا فرن من أشهر حياة الاسترخاء هي تمرينات التنفس العميق ودي تمرينات بسيطة ما بتاخدش إن الإنسان أكتر من خمس دقيقة إزاي ياخد نفس من منخيره بشويش ويحس بيه وبعدين يكتمه ويعد في سره من واحد لخمسة وبعدين يخرجه ومن بقه خروج بسيط بدرجة خفيفة ده لما بنعمله عشر مرات صباحا وعشر مرات مساء يساعد جهازنا العصبي على الاسترخاء حاجة تانية بقى والمهمة جدا حاجة يعني في غاية البساطة وناس كتير ما بتعملهاش لسبب لا أنا على اشتركوا في القناة